وفي تصريح خاص به قناة النهار نفى المدير العام لعالمة هيونتاي كيم سانجيول بمصنع تركيب السيارات بتيارت النفى كل ما جاء في هذا الخصوص كما عبر عن يتعاون المستمر بين كوريا والجزائر من خلال تطوير عملية تركيب وتصنيع السيارات حيث كشف عن إطلاق أول سيارة تاكسون مودال جديد ستخرج من مصنع تيارت والتي ستكون فاق عام 2018 والتي سينتقل من خلالها مصنع تيارت من عملية التركيب إلى التصنيع المحلي مثلما تعلمون شركة تيامسي تقوم بجزء من إنتاج السيارات لكن لا أعلم لماذا بعض الناس يضخمون الوضع ويخلقون الإشاعات لا 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 أي شخص سيأتي إلى هنا لمعينة المصنع يستطيع تفني ذا الإشاع المروج له